سنعرف مع نجلة قباني سعد صباحك و أهلا سهلا فيكم سعد صباحك نجلة سعد وقتكم صباح الخيرات يجعل أيامكم دائما سعيدة يظلوا دائما بخير وصباحكم دائما فيه نوع من أنواع السعادة لو بشو من كان اليوم 15 أكتوبر 15 الأول تمنياتي للجميع بالخير طبعا كواكبنا ما زالت في أماكن عطارت للسفر الأوراق المستندات يتقدم في برج الميزان بالتأكيد ما زالت الزهرة للحب والارتباط العلاقات الصداقات في برج العزراء وبالتأكيد كمان المريخ ما زالت يتقدم في برج العقرب المريخ هو الكوكب اللي بيعمل نوع من أنواع النزاعات أو المضايقات الجسدية والنفسية والحقيقة اليوم نضم الأمر اللي يجعل اليوم مولود برج التور الأسد مولود برج الدلو وما كتير الأريح تمهو من بعض المضايقات النفسية والصحية أول أخباري العزيزنا مولود برج الحمل اليوم عنده مساعدات متبادلة بينه وبين الآخرين موضع آمال محور اهتمام الآخرين تحاول الناس اليوم مولود برج الحمل حواليك مضح أو تأييد على إنجاز أو شؤون خاصة عم تحاول ترتبها أو عم تغتنم الفرص للقاءات على كل أحوال اليوم أحد الأيام الجيدة اللي فيها مشهورة وتعاطف وفيها ترتيب يمكن لبعض الأمور المالية مولود برج الثور أنت اللي مو كتير مرتاح اليوم ما بعرف لا تكون مستقن مثل كأنه واحد اشتغل 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 والتاني هيك عم بيحاول يصبت من هممه أو يقلل من شغله عنده قلق أو كآبة أو نوع من أنواع الغضب وكأنه الأمور رايحة باتجاه هيك اليأس شوي حافظ على عصابك ومنح المحيط شوية غفران مولود برج الثور ولا تلجأ إلى الغضب يعني لا تكون عدائيا إذا بدك اليوم للمسؤوليات الإضافية اللي مولود برج الجوزاء اليوم عنده مئة ألف قصة شغلته ويمكن عم تشتعر أنه الناس اللي حواليك بيستهترين بعملك يعني أنت بترتب من هون والآخر مثلا بيقلل ترتيب من هون شي هيك مثلا حاول تسأل نفسك كل يوم الصباح شو هو الضروري اللي لازم تبلش فيه الحقيقة انتبه شوي صحيا أنا بظن أنه ممكن يكون في عندك قصة صحية تحتاج لشي حبة المسكين أعمالك كتير اليوم مولود برج الجوزاء مولود السلطان لأمور لأله إيجابية عم يتصرف بمودة على الغالب مع الآخرين مبادرات مهمة عم تحاول توضع النقاط على الحروف عندك قصص العلاقة بتلاقي الشمس مع عطارد عم بيخلي الأمور لألك إيجابية وجيدة وكأنك تكشف للآخرين وجهة نظرك أنت مؤثر على من حولك كلامك مسموع ملكتي مرتاح مولود برج القساد حاول تناقش أفراد عيلتك أو ناقش رفقاتك أو الناس اللي بيموك بأشياء يمكن تكون شوي مضايقتك يعني دي ما رح يجب لك نفع هاي الأيام بالعكس حاول أنه تهدى تحاول إعادة العلاقات لطبيعتها تحل مشاكلك الشخصية وتكون شوي هيك رايق مع الآخرين يمكن عم تقع بخيبة أمل أو تفتقد إلى السلام مولود برج العزراء اليوم الأمور لألك إيجابية قلق عاطفي يزول أو ربما تشعر بالسعادة نتيجة مكالمة نتيجة راحة نفسية كسب بعض القضايا عندك مرح اليوم عندك زيارات يمكن غير متوقع عروض أو تصرفات أو نعم من أنواع التفاؤل هلا أنا بشوف الأمور جيدة كأنك عم تتعرف على ناس جدد مولود برج العزراء أو مشرق متفائل وعندك هيك قصص العلاقة برواء أو سعادة مولود برج الميزان اليوم عم تحسن أمورك وغالبا عم بتطالب بحقوقك المالية عم تقبض عم تدفع عندك نوع من أنواع التغييرات هلا لازم نبهك دائما من صرف إضافي أو ما تصير بعض المشاكل المالية وتنظم مدخولك قدر مستطاع يعني هاي الأيام أيام جيدة لألك ما نسيق على الصعيد المال أوقات مميزة للعقرب وهذا طبيعي بوجود الأمر ببرجه والمريخ ببرجه هلا المريخ هو اللي بيعطيك هاي الطاقة والحماس الفئة بكيره وأنا عندي رغبة بالإنجاز عم تحاولتني أعمالك الكثير ومتفرغ لإصلاحات صحيح هاليومين نومك قليل بس في عندك إنجاز مثل اللي عم يفتح بوابات تؤدي إلى مصالحات هاي الأيام أيام جيدة لعزيزنا مولود برج العقرب اللي مكتير مرتاح هو القوس الحقيقة يمكن فيه مشاكل مانا بسببه بس ممكن يكون فيه ظروف عم تخليه مدايق المواجهة مع حدا من الأشخاص حواليك محتملة فحاول تحسب ردات فعلك لأنه غالبا أنت من قبيض اليوم أو فيه تحريف لبعض الكلام أو شوي عصبي أو شوي مستعجل مولود برج الجدي اليوم لأمور العلاقة بأصدقاء جدد أو دعوة أو مناسبة أو تعارف أو فرص فريدة لترتيب أمورك يعني عم تتعرف على الأصدقاء جدد أو في عندك لقاءات جديدة أو فترة مثالية للارتباط للمصالحات وقصة عائلية شخصية ولا تبتعد عن الصراعات لغير الجدية مولود برج قال له اليوم أنت أكثرنا تعبا وأكثر حدا محبط أو يائس والحقيقة اليومين تلاتي كله معنا كثير الأرياح أول شي في وضع صحي بلش انتبه له لأنه الشهر القادم كله ممكن يكون في وضع صحي ليس الأفضل وجود الأمر اليوم في برج العقرب عم يحملك حزن ربما أو تراجع معنوي أو نوع من أنواع المشاكل هلأ عم بتزيد حساسيتك عن الحد الطبيعي فحاول أنه ما تصطدم بمن حولك اللي مرتاح اليوم هو مولود برج الحوت ما عنده عوائق بالعكس عم يتغلب على هاي العوائق وعم تؤمن بخياراتك وعم تعطي توجهاته أوامر هاي الأيام أيام جيدة لترفع رصيدك لتعالج مشاكلك لتوتط صلاتك مع الآخرين ولا يكون عندك عروض أو قرارات مهمة وصادف على الغالب ظروف ممتازة خليني عايد المولود اليوم اللي هو مولود 15 أتمنى له السعادة مولود 15 شخص مبادر تجاه الناس حواليه محب للشريك الثابت وغير متقلب عنده شوي مزاجية محب للراحة والطمأنينة يبحث دائما عن عمل يدر له مال ثابت بيتوتي مخلص عموما باحث دائما عن الكمال لا يعرف الملل مناقش محب للتعلم شخص فكره بيسبق زمنه دائما بيتعلم من تجاربه شديد الحركة متطلب من الآخرين وحسن النوايا عموما سنة مهمة بالنسبة لألو تسعى للفت الانتباع عندك ترقية أو سفر أو انفتاح على بعض الأوساط أو عم ترتب أمورك بطريقة العلاقة بتغييرات أنا برأيي المتبقي من السنة لتصحح أخطاء أو لترتب أمور بشكل إيجابي وجيد السنة الحقيقة بالنسبة لألك مهمة كتغييرات إن شاء الله تكون التغييرات الأفضل دائما ورسائلكم أكيد على 18 45 من أي موبايل داخل سوريا ماهر ابن سهير عم بيسألني عن أموره ماهر المتبقي من السنة جيد خاصة آخر شهرين بالسنة 11 و 12 هدول أنا بشوفهم أشهر للتغييرات بامتياز فأله يقدم لك في الخير دلع عم تسألني بنت سلوى أحوز وزيك مساعدة جدا يا دلع إحدى الأعوام الأفضل لألك اللي ممكن يكون فيها تغييرات باتجاه الأفضل سنة ارتباط بامتياز إذا على بالك كيك أظن طارق عم بيسألني عن أموره سدى وقاتك يا طارق يعني هاد الشهر أكيد أفضل من الشهر الماضي لأنه الشهر الماضي أصلا كان منه مريح والأمور بالنسبة لألك كيكي العلاقة بالعسر هلأ هاد الشهر أفضل البعده أفضل والبعده أفضل فعندك 3 شهور غالبا ممكن تختم السنة بأفضل مما بدأت إذا أراد رب العالمين نور حابة تساعديني حابة أخذلك مشاركة عم تصبح علينا سعاد بنت خديجة سعد صباحك يا رب سبعة تنين الف وتسعمائة وخبسين حابة تعرف عن خمسين عن الصحة بالأيام الجاية وعن أولادها والرزق يعني سألتني عن الناحية الأتعب مع الاعتذار لألك بظن في شيء قالك لذلك سألتها لأنا بشوف شهر شهر ونصف الجاية معنون كتير الأريح صحيا فأنت حدا أصلا مهمل لأموره الصحية مو حدا بيركض على الطبيب مجرد ما مريد بس يعني لذلك دققت أنا على السنة يعني صار العمر طبع أنه لأ لازم إذا حسيتي بأي عارض صحي أنك تستشيري طبيب بالتأكيد هلأ الأمور جيدة بالنسبة لألك أغلبة ما عدا الأمور الصحية لذلك عم قلتك سألتني عن ناحية الأتعب هي بس الأمور الصحية لا تعتبر كتير الأريح بقية الأمور أنا بشوفها جيدة وإيجابية ما في شيء سيء الأتعب كان بالشهرين ثلاثين اللي ما رأوا محمد وراندايس إذا وقتكم والله أنا بشوفكم بالعلاقة الأفضل مع أنه محمد أنا من هون للكاميرا ما عندي ثقة فيك بحح ثقة إذا بدك بس أنا بشوف أنه علاقتكم جيدة جدا يعني إذا على بالك ففعليا العلاقة جيدة وإيجابية وممكن تحمل نوع من أنواع التغييرات هاي البنوتي صادقة صاحبة واجب صاحبة بيت أنت باعتبارك ما كتير بتلفي على البيت فبدك إمرأة تعرف تقود المنزل فعليا تكون بيتوتية أنا قصدي وهي من هذا النوع محمد سكيف عندك حزوز مساعدة جدا جدا يا محمد سواء بأواخر هاي السنة سواء ببدايات العام القادم بس الأمور جيدة للك تغييرات تامير عم بيسألني عن أموره أمورك جيدة جدا يا تامير المتبقي من السنة جيدة وغالبا فيه تغييرات مفيدة إذا أراد رب العالمين فاطمة وعبده يوم وشهر وسنة واسم ياسمين عم تسألني عن أموره ياسمين بعديلي المواليد غلط ما بعرف إذا بتلحقيت صححية أبراهيم عم بيسألني سليمان أمورك جيدة جدا يا أبراهيم وما بظنك رح تختم هاي السنة أو رح تفتتح السنة القادمة إلا بتغييرات بارك لك فيها إذا أراد رب العالمين منال يا ريتك بعطيلي مواليد زوجك يا منال لأنه دائما مواضيع الإنجاب تحتاج مواليد زوجين وبالسنة بالذات لأنه صينيا يعني الإجابات بالأبراج الصيني ممكن تطلع عن مواضيع الإنجاب بتي عندك حظوظ مساعدة فإن شاء الله تقفلي السنة بأفضل مما بدأتيا أمجد عم بيسألني عن أموره ياسا دوقاتك يا أمجد والله عندك سنة حلوة المتبقي منه على الأقل جيد هلا يمكن فيه قصة عملية قالقتك بس هذا القلق حيطلع بنتائج إيجابية يعني بالعكس أحيانا نقلق لنحسن وفي عندك ظروف تتحسن وضعك هلا من بعد 22 بالشهر داخل على شهر بياخد العقل يوم 15 هلال ابن سريني سدوقاتك يا هلال عندك شهرين بياخدوا العقل استفيد منهم لأنه أنا برأيي صالك 3-4 شهور ممرتاح هالفترات الأفضل عمليا وماليا يا هلال فانتبه أو كسف جهودك بهذا الجانب إسراء برجك هو برج الثور يا إسراء برج النمر الصيني اللي هو يعني أنت حدا حياوي جدا لبق لطيف مع أنك صريحة طبعا بس السنة هلأ بقى صالت منيحها صالك 3-4 شهور ممرتاحة هلأ الأمور بالنسبة لك أفضل وأحسن وغالبا ماشي باتجاه التغييرات على أنا ما بشوف فيه تغييرات جزرية عموما ليس قبل بدايات العام القادم بس ماشي الحال يعني فيه بدايات جديدة سلوة عم تسألني عن أموره مولدة 70 أمورك جيدة يا سلوة على الأقل المتبقي من السنة ممكن يحمل نوع من أنواع التغييرات باتجاه الأفضل فألا يقدم لك فيه القير ويفرح قلبك مروة بنت هنا أمورك جيدة جدا يا مروة إحدى الأعوام الأفضل لك بالمتبقي منها طبعا مشكلة كان عندك أول أربعة شهور حلوين أربعة شهور للتعب هلأ ثلاثة شهور حلوين فإن شاء الله تختمي السنة بأفضل مما بدأت جودي عم تسألني عن أموره سنة ارتباط بامتياز يا جودي كحظوظ مساعدة واللي رايده رب العالمين بيصير رازان عم تسألني عن أموره المتبقي من السنة جيدة جدا يا رازان وإيجابي ما نقلقاني عليك هاي السنة لأنه ما بظنك تقفليها إلا بأفضل مما بدأت فيها طبعا إذا أراد رب العالمين محمد نحيف يعني هلأ لبلجت أمورك تترتب غالبا لحتبلش شهر قادم رح يكون جيد جدا أنا برأيي الـ 11 و 12 يا محمد هن الأشهر جيدة جدا بالنسبة لألك وحاملي لك نوع من أنواع التغييرات فاطمة شو برجي 15-11 هو برج العقرب يا فاطمة هو من الأبراج اللي كانت متعة بهاي السنة والصراحة الصراحة رح يضل الشهر الخاني السنة الجاي ما كتير مرتاح بس هالشهرين ثلاثة بالذات أفضل فحاولي إنك تعملي شيء قصة هيك إيجابية بل كي منبارك لك فيها نغام عم تسألني عن أمورها والله هي سنة جيدة جدا يا نغام إحدى الأعوام الأفضل بالنسبة لألك واللي ممكن تحمل نوع من أنواع التغييرات الإيجابية يجعل أيامكم سعيدة ونظلوا دائما بخير نظلك بألف خير يا ربا شكرا لك يا نجلا